طيب أنا برضو خلينا برضو إحنا نكون حقنين خلينا نقول إنه في مرأة هي اللي بتربي الرجل ما هي الرجل ده الطفل بيبدأ طفل فأنا اللي بربيه فأنا كمان بربيه على إنه إيه أخته تبقى عادة حبيبتي قوم يعملي لأخوكي كذا لأ معلش كذا يعني إذن كمان المرأة لازم تفكر وها بتربي الطفل الصغير إن هو رجل المستقبل أقولك فيه فكرة عميقة جدا من الوقت اللي فات أنا بدأت أفكر قوي إيه فكرتنا عن الأم والمرأة أنا هستخدم تفسير كده شوية عندنا صورة للبقرة إنها بتحلب بناخد منها الحليب وبناخد منها اللحمة وهي مش مطلوب مننا نديها حاجة الصورة دي متاخدة إن الأم لعليها الدور إسعاد الأطفال وإسعاد الزوج وهي رمز العطاء فقط والأغز فمن ربي جيل ما يديش ماما ونيجي نسأل أي راجل كان بيقول لنا ناس في الحملات إحنا كنا بننزلها في المدانس مين اللي بيربي؟ مين اللي بيربي؟ بيقولك ده دور الأم فعندنا أربع صور للرجالة بس بها هي الأم بتربي عندنا صور أربع صور للرجالة بالأم بدأت تقتنع بيها إن المرأة المصرية مقتنعة بنفسها فيه واحدة قالت لي إيه أنا استهلت ضرب أصلا دايقته هي قلتك أنا استهلت ضرب اكتشفت إن دي حاجة ده معتقد فيه فرق من فكرة المعتقد المعتقد دي حاجة بتتكرر كتير قوي بنكررها في الميديا بنكررها في التلفزيون بنكررها فيه أربع صور للرجالة هم مقتنعين بيها طول ما أنا بصرف عليك أنت بحتاج أي طول ما بديك فلوس تربيط العيال عليك تاني حاجة طول ما أنا باجي بابا الفزاعة فييجي بابا دوري إن أنا أجي بالليل بابا هيجي موتك يا حبيبي كلمة هي موتك كلمة كتير قوي أو أنا هكلم بابا وقوله أنت عملت ميشي أخوفه بابا البعبة بابا البعبة فإحنا عندنا صور لبابا اللي هو الصور مش موجودة مش الحقيقة وعلى المرأة كل حاجة أغلب الرجال يقولك إيه دور المرأة لو أنا بصيت بره يبقى هي العيب عليها هي طيب أنا نفسي أيها الرجل اللي بيسمعني النهار ده ربنا ما دكش إرادة إيه الفرق بين الحيوان والإنسان الإنسان الله داله إرادة يسيطر على العنيه وحواسه الحيوان لا يسيطر أنت أكبر بكتير قوي من أنك تتصغر نفسك في أن واحدة تقدر تحركك وأنك تخون عشان واحدة عدت قدامك بفستان لمواغزة مش كويس فإحنا النهار ده نفسي أقول الرجالة دوركم أكبر بكتير من أنك تكون خزنة ولا تكون فزاعة ولا تكون صوتك عالي أنت بابا يعني أنت رب هذا البيت كلمة رب يعني مسؤول الزائد صوتك عالي المؤكس